اسمنا الحمد الرحيم ابناء العزاء طلاب بكالوريوس الطب والقراحة كورس الروماتولوجي نهاردة معادنا مع المحاضرة رقم 8 من الكورس بعنوان فاسكولايتس فاسكولايتس يعني انفلاميشن في البلوت فيزل فاسكولايتس يعني انفلاميشن فاسكولايتس معناها اوتو اميون انفلاميشن الفاسكولايتس طبعا دي انواع كتير جدا جدا احنا بنتكلم في الاول هنا عن general introduction general يعني talk about all types of فاسكولايتس وده الجزء الاهم في المحاضرة على مستوى الاندر جرادويت ان انت تعرف ان الحالة دي ممكن تكون فاسكولايتس وبالتالي تبعتها او تريفير للرغماتولوجيست انما مش هيبقى بطلوب منك اوي وانت جي بي او انت في تخصص اخر انك تعرف ده انهي نوع من الفاسكولايتس وكده حنبدأ بجنرال توك اباوت فاسكولايتس وده الجزء اللي حنركز عليه في المحاضرة اكتر الجزء اللي فاضي في المحاضرة حيبقى نبزة مختصرة جدا عن كل نوع من انواع الفاسكولايتس نبدأ باسم الحمان الرحيم دفنية جزء اللي فاسكولايتس فاسكولايتس يحدث ان لتكون مختصر جزء اللي حواليانة كتباية and veins. Vascular inflammation primarily related to leukocyte migration and infiltration leads to luminal narrowing of the blood vessels resulting in clinical manifestations secondary to ischemic injury. ده فيما يتعلق بالdefinition وقالنا ان البسكوليتس the inflammation of the blood vessels can affect blood vessels of any size arteries veins or capillaries. الباثوجينيسي زي ما يتكلم في كل مرة بيبقى يعني دي القراءة فقط او مش هيبقى مرطوب منكم او يتحفظوا. الباثوجينيسي زي ما اتفقنا احنا مش هنشرحه اللي عايز يوقف هنا ويقراء براحته يعني. لكن على وستوى الاندرجرادويت محدش بيطلبك بالباثوجينيسيز. نفس الكلام برضو في الباثوجينيسي ده كمالت اللي هي السلايد اللي فاتت. فبعدو اللي حبيب يوقفها ويقراءها يعني كما تريد. السلايد دي بقى مهمة اوي في حتة. الجزء الشمال ده بيقول لي احنا قلنا من شوية انها كان من اول الاورطة لغاية الكابلاريز. وسواء ان ارتري او فينز. فدائما بيحب في الكلاسفاكيشن اجيب من تحت الفوق. فعندنا لارج بيزل. جاينت سيل ارتيريتس. وتكياسو ارتيريتس. وناخد بالنا ان هي ارتيريتس. يعني لا ارتيريتس. بتاعية ريوماتويد ارتيريتس. ويبقى هما نوعين. جاينت سيل ارتيريتس. او تكياسو ارتيريتس. وناخد بالنا في السبيننج. لان بعض الطلبة بيغلطون ويكتبوها جاينت سيل ارتيريتس. عسنا هم متعودين على جاوتي ارتيريتس. فبيكتبوها ارتيريتس. لا هي ارتيريتس. ده اول طيب. الطيب الثاني ميديم وهو اشهر مثال لي بولي ارتيرايتس نو دوزا. الكاوة ذاكي بيتحط هنا في بعض الايه? التاكست. في عندنا الدرايج انديوز. كونيكتب تيشو ديزيز زي الاسل اي والجوغرين. انفكشن زي هيباتات السي والهيباتات والاتش اي بي. والكرايو جولوبيليونيميا. الماليجنس اسوشياتيد فاسكولايتس. والارتكاريا فاسكولايتس والهينكشللائي البربرا. اللي هي معظم الاسباب بتاعت السكندري. اللي هي سبب تاني. هو اللي عامل الفاسكولايتس. اللي بتعمل في الغالي بمسكولايتس. فيه نوع اسمه ميكساد اسمول انديميديا. فيه شوية ميديا. زي الروماتوليو اخريتس. زي السيستيميل اليوبس ممكن يعمله ميكساد اسمول انديميديا. زي المجموعة بتاعت الانكا اسوشياتيد اللي هي ميكو سكوبك بولانجييتس الفاغنر والشيرج ستراوس سندروم. الثلاثة دولة محطوطين هنا في السلايد دي في اسمها ميكسد سمول اندي ميديان فيزد. هتلاقوها في بعض التكليست محطوطة طبع لسمول. لان هي مينلي افكتينج سمول فيزد. فلو لقيتوها كده وهي التقسيم القديم فعلا كاية محطوطة فيها في السمول فيزد. طبعا التقسيمات دي مش فيكسد ومش انتناشنل اجريديان. يعني باستثناء اللارج اللي هو الجاينت سيلو والتكياسو. الباقين كلهم فيهم اوفرلاب. فالبولي اترايتس مينلي ميديان لكن ممكن تأفكت شوية لارج او شوية سمول. الكاوازاكي مينلي ميديان لكن ممكن يأفكت السمول. الميكروسكيبك بولي اترايتس والفاغنر والشيرج ستراوس دولة مينلي سمول لكن ممكن يأفكت شوية ميديد وهكذا يعني. بالمناسبة فاغنر والشيرج ستراوس القيارة اسميهم. عارفين اسميها جديدة ايه? عارفين اسميها جديدة? الاسم الجديد للفاغنر جرانيولوماتوزيس بقى اسمه بي بكتل طبعا تقيلة جي اي اللي هي. اه سوري جي بي اي سوري جي بي اي اللي هي جرانيولوماتوزيس ويز بولي انجريتس. جرانيولوماتوزيس ويز بولي انجريتس. فجي بي تقيلة اي. جي بي اي. الشيرج ستراوس بقى اسمها ايزينوفيليك جي بي اي. اي جي بي اي. الفرق بينهم طبعا هو اللي هي شيرج ستراوس في ايزينوفيليا عالية. فسموه ايزينوفيليك جرانيولوماتوزيس ويز بولي انجريتس. الاسمي الجديدة بقت اكثر وضوحا في الباثولوجي بتاعها. لكن الغرض الرئيسي من تسبييتهم كده ما كانش الناحية العلمية قوي. وانما لانه الحج ده كان احد النازليين. فبعد الحرب العالمية التانية كانوا بيدوروا على اسم لان طبعا اي حاجة تابع النازي كان لازم تتشال من حتى من التاريخ حتى من العلم. فيعني دي لو حبيته لو لو قاريتوها في جي بي اي و اي جي بي اي دمين دولا من جرانيولوماتوزيس جرانيولومتوزيس ويز بولي انجريتس. دي هي نفسها الفاغنر. والالينوفيليك جرانيولومتوزيس ويز بولي انجريتس. هي نفسها الشيرج ستراوس سندروم. فهم سموها بالباثولوجي بتاعها بدلا ما كان اسمها زمان على اسم الناس اللي اكتشفوها. ده فيما يتعلق بالكلاسيفيكيشن اوف باسكولاتيس انجريتس. الناحية اليمين دي ممكن اعنقفها لما اشعرها كده لانا ممكن تبقى تشابهني في الثيمتوماتولوجي مع اللارج فيزل. دي السمول والميديم ودي سي ان اس فاسكولاتيس. تمام كده? دي فيها بعض الباثولوجيز او بعض المانيفستيشن اللي باشوفها في بعض انواع الفاسكولاتيس. زي مثلا اليكوسايتوكلاستيك فاسكولاتيس. في حالة هناك شولاين بيربرا. اه زي مثلا البلموناري اوباستيس زي ما ها شايفين الاوباستيك كبير دي. في حالة الفاغنار جرانيولوماتوزيس. شايفين جرانيولوماتوزيس. هما ثموها جرانيولوماتوزيس. لان فيها جرانيولومات كتيرة بتتكون بالذات في اللنج. هنا مثلا ابنورمال ميزنتيريك انجيوما. انجيوغرام ثلو انجيوغرام فروم ابيشنت ميزنتيريك بلد ايه ارثيس بقت ايه. فيها ابنورماتيس جامدة وفي حاجات اه سوالين حاجات فيها يعني اه 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 احنا روينج. هنا ابنورمال ابر اكستريمتي انجيوغرام انجيوغرام انبيشنت ويستاكياسو. هنا بقى لواخر الصب كليبين وفروع الرئيسية انه بياخد لارج فيزلز. فيعني ديه يعني ايه برضو اباود يعني اه يعني only to read and to يعني نو. لكن ما اعتقدش ان هو هيجيكم في في الاندرج ويقول لكم يعني ايه التفرق بينهم او تشخصوا بينها عليهم يعني. في يعني يوقفوا برضو الاسلايد وشوفوهم كده ايه على الرواقه. وكالعاية ده احنا يهمنا هنا الكلينيكال هستري اند فيزيكال ايجزاميناشن. ده كلينيكال مانفستيشن of vasculitis vary based on the underlying disease entity. recognizing the substantial overlap in signs and symptoms across different vasculitis. زي ما قلنا احنا مقسمينهم الى large and small and medium. او large and middle and small يعني وفيه ميكسل. لكن الانواع مش مش سيبرت بالشكل اللي احنا متخيلينه في الدماغنا. هم فيه overlap كتير جدا. ونفس الدزيز ممكن يجي باكتب من صورة. يعني اه فيه حاجات بتبقى characteristics لكل نوع منهم. لكن فيه ساعات بيقى فيه overlap between symptomatology of other of different types of vasculitis. اه التيبولي اللي جايه هنشوف فيها common signs and symptoms بتاعت الفاسكوليتس in general. common signs and symptoms of vasculitis include. كون استيطوشتنا بالعين بيجي بفيفر, weight loss وانوركسيا. ممكن يجي بمسكو سكيلتر مانفستيشن زي الارثرالجيا والارثرايتس, مايالجيا مايوسايتس. حاجات اللي شابه اللوبوس اخدوا بالكم. ممكن يجي يشابه معي بسيستيميك لوبوس. الاسكن هنا يجي بقى بيربرا, digital ischemia ونكروليت اند بين. ليفيدو ريتكولاريس. ممكن يجي بجستو انتستينا على هيئة ابدومنال بين او هيماتوكيزيا. الاي ممكن يجي بفيزن لوس. لو هو افكتنج الرينا الارتري. طرق الريتفين الارتري. رينال ممكن يجي بيهيماتيوريا مانفستيشن second to azotemia. كارديو فاسكولار. ممكن يجي بحاجة اسمها لمب كلودكيشن. ان هو معه المجهول بيحس بسيفير بين. بذات في اللور لمب. ممكن يجي بشيست بين او هيبر تنشن. بالموناري اند ابر ايروي. ممكن يجي بلسنيا هيموبيتسيز نوز بليدنج. كرونيك ساينيسايتس او او اوتايتس او هيرين لوس. ممكن يجي بنيوريولوجيكال مثلا في حاجات معينة. الشرق ستراويس مثلا بيمسك مثلا في البلموناري والدينال ارتريول والحاجات الصغيرة. فبيعمل باسولوجي معينة في الكيدني وفي اللنج. وهكذا يعني. طيب. نحتاج طبعا نعمل انفيستيجيشنز لعيان الباسكولايتس. عشان نعرف حقا كتير. هل ده باسكولايتس ولا حاجة من الديفرينتشاب بتاعته. ونحاق الثانية انهي نوع من الفاسكولايتس. اتارجتد ايباليواتيس is based on the presenting signs and symptoms. فاسكولايتس should be suspected in any rapidly evolving multi-system illness. particularly those characterized by an inflammatory pathology. laboratory tests that may be helpful in the evaluation of a patient with suspected vasculitis include. نمرة واحد. ESR و CRB. almost universally elevated in systemic vasculitis. tracked with treatment response. يعني بيزيده مع الاكتيفتي ويقل له مع الريمشن بتاع الباسكولايتس. CBT طبعا. حيلاقي فيه leucocytosis في معظم الحالات. وايذينفيلية مثلا في ال EGBA. وهي اذينفيلك. granulomatosis. وهي اسمها زمان. شيرجر ستراوز disease. creatinine and urine analysis. to examine kidney functions. serum chemistry. including liver function test. مثلا لو شكين في حافية involvement of the liver. seriologies for hepatitis B and C and HIV. لو شكين في secondary vasculitis. seriological test including ANCA و ANA. ANCA هنا مش حاجة مختلفة خاطر عن ANA. ال ANA خدناها في اللوبوس. anti nuclear antibody. الانكا تتحول الى anti neutrophil cytoplasmic antibody. وديه specific ليه ثلاث انواع من small visit vasculitis اللي هما الميكروسيف بولانجريتس. والشيرجر ستراوز والفاقنر. ممكن نعمل بأضل رغماتوري فاكتور شا تأكد ان دي. هل دي ساكندرية رغماتورية ولا لا مثلا. complement c3 و c4 to evaluate لو دي حالة لوبوس. ودي ساكندرية لوبوس. او الكريو جولوبيلين لو انا شاكك في ان دي. اصلا كريو جولوبيونيميا. ممكن نحتاج ايميجنج زي البلين راديوغراف. mri ct angiogram. ممكن نعمل mra اللي هو mr angiography. the diagnosis of vasculitis often require a tissue biopsy في بعض الحالات. ممكن نحتاج tissue biopsy. with the common biopsy sites including the skin, lung, kidney, nerve. most commonly the sural nerve, sinuses and less often the brain. ساعات ما بنعرفش دوسط للفايلان دي. بتاع الفاسكوليكتز الا بعد ما بنعمل tissue biopsy. عشان كده الفاسكوليكتز ساعات بتبقى سهلة ومبشرة. وساعات جدا بتبقى الدياكتز بتاعها very difficult. وتوصل لو هي حاجة واخدها overlap. ومش جاية بتبقى البكشة بتاعة اي نوع من الفاسكوليكتز. so what about the treatment of vasculitis? طبعا في treatment lines بتبقى specific لكل طيب من الفاسكوليكتز. ودي هنناقشها لما نيجي تكلم في النطس التاني من المحاضرة. عن انواع الفاسكوليكتز. لكن في حاجات general principles. اللي هي eliminating or treating any identifiable trigger or underlying cause. لو ده secondary vasculitis. يبقى لازم يعالج primary cause. لو دي secondary HIV يبقى يعالج HIV. secondary هفتاة C يبقى يعالج هفتاة C. secondary systemic lupus يبقى لازم يعالج systemic lupus. دي اول خطوة. لازم اول خطوة استبعد ان يكون ده secondary. ولو secondary لازم معالج primary cause. نمبر اثنين. the jadezius use of anti-inflammatory. يعني الاستخدام العادل يعني. للanti-inflammatory agents. ذي combination of glucocorticoids, alkylating agents. ذي cyclophosphamide or other immunomodulatory drugs. انا بستقدي منها. ما ينفعش انا يبقى عندي over the using. للستيرويد اول cyclophosphamide اول immunomodulatory اول immunosuppressive drugs. وما ينفعش بعضه تبايدة مرتاشة. وخاف ادي العلاج. فاضر العيال اكتر ما حفيده. فهنا التوازن بقى باننا ادي aggressive treatment في بعض الحالات. وبين اننا. اا ما خافش من. أي challenges. او الثاني effect of the drug. لان ساعات بيبقى تدخل العاجل باغgressive therapy. بيبقى life saving او على الاقل. في بعض الحالات. وفي نفس الوقت ما تبقاش الحكاية عندي سهلة. ويبقى عندي اوريوز او ابيوز لبعض الادوية بكده احنا خلصنا الجزء الاول من المحاضرة وهو بقدمة عامة عن الفاسكوليتس هناخد الوقتي بعض الامثلة المهمة جدا طبعا عن الفاسكوليتس ونبدأ من اللارج فيزل جايانت سيل ارتيريتس جايانت سيل ارتيريتس جايانت سيل ارتيريتس بيختصروا بجي سي اي اي احنا باول المحاضرة ان هو محطوط طبعا لارج لكن مش كل حاجة عندنا احنا متحقين ان هما دوائي مفصلة عن بعضها هما دوائي متلاخلة بعضها فرغم ان الجايانت سيل اساسا لارج فيزل لكن ممكن يؤفقت شوية ميديان فيزلز عادثا بتبقى في البروكسيما الاورتا وفروع الاسية كذلك لانفولبنج ذا اكسترا كرينيال برانشيز اوف دي كاروتين ارتري في حاجة اسمها بولي ميالجيا روماتيكا الليها بي ام ار دي تبقى سيستيميك انفلاماتي دي سوردر in which patient present with painful stiffness of the shoulder girdle neck and pelvic girdle ودي عادثا بتيجي مع الجايانت سيل ارتريتس في معظم الحالات او في الاغلب العام من الحالات بيجي هما يتنم مع بعض الكالينيكا الهيستوري انت فيزيكال اكزيميشن اوف حالات الجايانت سيل ارتريتس بتشمل هيديك the most common symptom اقدر من خمسة تسببية بمية من حالات بتيجي بأكيوت هيديك وبيبقى temporal to occipital هيديك عشان كيسب مو تمبرال ارتريتس بيقفك طبعا ايه الاسكالب تندنس بيقى فيه هيديك اه ممكن يبقى نوكتورن يعني يجي بالليل اكتر ويقى اكيوت او هيبر اكيوت في بعض الحالات ممكن يحصل في حوالي عشيه بمية من الحالات due to narrowing or occlusion of the posterior ciliary artery leading to optic neuropathy resulting in transient or permanent visual loss طبعا لو متعليكش ممكن يوطل لpermanent visual loss ممكن يجي طبعا من حاجات الكلاسيك اوي فيه الجو او tongue claudication قلنا claudication دي انه هو بين في الليمب لو العيان عمل مجهود في الزائن سيل بيجي المجهود ده في الجو والتونج فالعيان لو اتكلم كتير او اكل كتير او حرك الجو بتاعه بشكل كبير بيحصل له claudication في الطنج والجو ويبقى تحصها في حالة 40 مئة من الحالات ودي highly specific للgiant cell arthritis طبعا قلناها اسكلبتنا اذنين قلناها مع الايه مع الهيديك ممكن يجي بيوطل بيقول institutional symptoms زي الفيفر ماليز ويتلوز او ديبريشن الفيفر are typically low grade but high fevers are not uncommon and may be the only symptoms of gca a والجوينت سيل واحدة من كومونيست causes of fever of an origin في ال old adult ال other types او other manifestation بيبقى ممكن include cuff source root transient ischemic attack ممكن توصل ل stroke حتى neuropathy or اا 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 امرات اف اف اتباكال سيمتوم زي مثلا السيمتوم دي ممكن تبقى تخبطني من حاجة العين لو جالي بستروك او بتي اي 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 انا هفكى فى الكوز بتاعت بقى الايه الاا الميكوارد الانفاركشن وحاجات ديه او البلمونير ايمبوليزم كزا التانية خالص بعيدة عن الدي فاسكولايتس وممكن نفضة تديلو حاجات زي الهيبري ممكن ان ده وهو في الاخر علاجه الاساسي ستيرويد واممينوسابريسيف دراجز اه ممكن لو جاي مثلا بكف وصور سروت وبتاعه ممكن يدخلوا في قصة تانية خلال النيومونيا بقى ولا دي مثلا برونكايتس ولا ولا كورونا ولا حاجة من دي وهو في الاخر يطلع فاسكولايتس ومحتاج بس استيرويد وهيبقى يعني حيتحسن بشكل رائع جدا لما بيأخل استيرويد early test patient differential diagnosis of giant cell arthritis تشمل small or medium visil كل نوع الفاسكولايتس التانية يجب ان نفرغها من بعض صبعه اه ممكن الاميولودوزيس الليمفومة atypical infections and arteriosclerotic exchanges كل هذه ممكن تبقى differential معاه ان العين ممكن يجيب stroke ممكن يجيب TIA فليجب نحط كل الاحتمالات التانية في دماغنا البوليميالجي الروماتيكا اللي هي ال bmr ممكن تيجي شبه اعراض ال early rheumatoid او ممكن تشبه مع بعض ال new blasm او البوليميوسيتس او البكتيريا ال endocarditis وفي حاجة اسمها remitting serial negative synovitis وثمتك كديم حاجة اسمها respy دي مش مهم او تعرفوها اسم بس كل الحاجة دي ممكن تبقى differential diagnosis مع ال bmr زي ما قلنا من دو سلايد التريتمت بتاعنا اساسي هو high dose steroid to avoid the potential ocular manifestations of the disease steroids are highly effective as the treatment of gca despite a toxic site effective profile and increase morbidity احنا هنا مش بنخاف من السايد افكت من الاستيرويد لان مشاكل عدم اعطاه اكبر كتير من الخطورة اللي ممكن تحصل او سايد افكت اللي ممكن يحصل من استخدام الاستيرويد اه ممكن ابدأ بدوزة عالية من 40-60 ميلي لو انا حد دي اورال وممكن نوصل لبالس استيرويد واحد جرام لمدة 3 ايام في الاول بقي انزع على الستين واكداء اعمل grader والزروعة بين الستين لغاية ماوصل لمنتنس ممكن تصل لعشرة او قادر من عشرة بقي ممكن نوقف خالص ممكن ندي اسيتايل ساليسيليك اسيد اللي هو الاسبرين اه لو انا عشان طبعا ايه عشان امنح قصة الايه التي اي اي والاستيروك والحاجات اللي فيها اللي ممكن تقع يعني ايه اه تبقى يعني تتيجي على هيئة يعني كواجوليوباسي يعني تتيجي انه فيه ناروينج في الارتريز فبدي الحاجات اللي هي انتي بليتليت او ايه الاسبرين او اللي هو البلافكس واشتقاته كلها ممكن ندي حاجات دي اه كاديشة لكن انت المين تريتمنت الفيريس لاين والمين لاين هو هاي دوز استيرويد وزي ما قولنا ما بخافش من مشاكل الاستيرويد لان مشاكل عدم اعطاءه اكتر بكتير جدا من مشاكل المتوقعة ممكن انها تحصل او سايد افكت لممكن يحصل من استخدام الاستيرويد نيجي للنوع التاني من اللارج بيزل باسكوليتس اللي هو تاكاياسو ارتريتس واضح حكاية من اسمه ان هو اسم ياباني فهو فعلا اللي اكتشف اول واحد اه كان في اليابان اه كان في اليابان وهو اه موجود وشوفناه في مصر هنا لكنه مور كومون في الاست اشيا اللي هو شرق اسيا اليابان وكوريا وسطي ومنطقة دي كلها تاكياسو ارتريتس is an idiobasic inflammatory disorder affecting the aorta شخصيا and its major branches فدا كمان لارج عن بتاع الجاية سي الارتريتس التاكياسو ارتريتس تاكياسو ارتريتس كومولي present with symptoms of vascular stenosis occlusion or aneurysm early in the course of the disease many patients experienced non-specific arthralgia, myalgia and co-institutional symptoms العين ممكن يجيب just with arthralgia و myalgia وذلك يأخذنا في الدياغنوزز ويخلي العيان ممكن ما يبقاش الدياغنوزز early لكن في حكاة طبعا specific ريكلودكيشن of the upper and lower extremities is common with upper extremity involved more commonly seen in early disease patient can develop cardiovascular complications including hypertension congestive heart failure myocardial ischemia and valvular insufficiency leading to increased morbidity and mortality central nervous system manifestation may occur and consist of TIAs, stroke, syncope and individual changes complete loss of vision is much less common in Takayasu when combined with giant cell arthritis in addition Takayasu arthritis may affect the skin, pulmonary arteries and abdominal arteries يبقى التكاياسه هو بيقى على فكرة في سن اصغر شوية من بتاع giant cell arthritis يعني بحوالي الاربعينات مثلا فبييجي باعراض تشبه ischemic heart disease مثلا او الاثروسكوليروزيس وحاجات ديانة TIA وستروك وكلا ده وممكن يجي طبعا ب non specific arthralgia or myalgia لكن طبعا يبقى حظة عين حلو لو جيه ب cludications الاثروسكوليروزيس 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 هنا هنلاقي ان في بعض الحاجات الكاركتريستيك اوى للتكاياسه لما ناخد بدا ان هم بيأفكت يامل اولتا شخصيا يامل major branches يعني صابق ليبيا مثلا عن ناحية ديمين او ناحية الشمال ااا carotid artery الحاجات الكبيرة دي فحنلاقي ان في بعض الحاجات بتبقى الكاركتريستيكلي زي مثلا diminished peripheral pulse عشان كاي بسموه pulse less arthritis هلاقي ان peripheral pulse هنا مش موجود خالص على مثلا على على الرست هنا او على ناحية التانية هنا مثلا الان مش موجود خالص ممكن نلاقي بالور و coolness of the involved extremities لو هو ناحية واحدة او ناحيتين هلاقيها بال and cool blood pressure discrepancy with upper limb involvement لو العيان عنده upper limb arthritis هتلاقي غالبا في blood pressure discrepancy هتلاقي ناحية اليمين مختلفة عن ناحية الشمال في الضغط لانه عادة ما بيجيش في الناحيتين زي بعض بيجي من ناحية واحدة اكتب من ناحية التانية الممكن يبقى فيه audible arterial bruit of the involved blood vessels وده بتقعيب ان في مئة من الحالات اللي فيها كاروت البروية بتيجي يعني تقعيب مئة من الحالات بتيجي بكاروت البروية aortic insufficiency murmur with proximal aortic involvement وده بحوالي 20% بس من الحالات بيجيب aortic insufficiency murmur طبعا حاجات دي اه حاجات كارديوجي يعني specific قوي يعني صعب ان حد يطلبك في الامتحان انك تجيب aortic insufficiency murmur او audible arterial bruit of carotid حاجات دي صعبة على مستوى undergraduate تعرفها كالاسامي بس الديفرينشال دياجنوزيز بتاع التاكياس والأرتريتس اللي هي بضو other causes of vasculitis بالذات large physical giantile arthritis بضو لزنا نفرره عن الباسي الديزيز عن الاهلاردانوس سيندروم الفاسكوليتس اسوسكليروزيز المعتاد طبعا احنا كما متعودنا في كل الديفرينشال ان يبقى عندنا كلاسفكيشة كاتيرة لكل الديزيز ففيه كلاسفكيشة كاتيرة معمولة من الاسي ار للتاكياسه بنقودنا عندنا الاج يبقى اقالي من اربعين سنة conundication of the extremities decreased brachial artery pulse بلد 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 اكتب من 10 ميلي جرام بالتاكياسه برويه وارتيريجرام ابنورمايتي وجود ثلاثة منهم وعالتا اعتقد مش هيتطلبوا منكم تحفظوهم تبقوا ععفين بس ان فيه classification criteria for the diagnosis المهمة عندنا هنا هو التريتمنت تكياسه التكياسه 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 في الغالب مجرد 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 التابرينج للستيرويد يعني هيدخل اما في relapse او في progression of the disease عشان كده هنا مهم جدا ان اقدي بحاجة بسموها الاستيرويد اللي هي الحاجات اللي اقدر اديها اللي بديها عشان اقدر اصحب الاستيرويد بالتدريج طبعا لغاية لما وقفوا لان ما فيش حد في الدنيا يقدر اقود ان بريتنزلون ان سيفير ديزيزيز. ده بالنسبة للمانجمينت اوف تاكاياسو ارترايتس. حنيجي بقى للانكا اسوشياتيد فاسكولايتس اللي هما تأثير لديناها في السمول فيزل او سمول تو ميديام سايزة فيزل اللي هما مايكروسكوبيك بوليانجايتس والفاقنار جرانيولماتوزيز اللي هو الجي بي اي جرانيولماتوزيز بوليانجايتس والشيركستراوس سندروم اللي هو ايزينوفيليك جرانيولماتوزيز بوليانجايتس. التأجده مع بعض اسمهم انكا اسوشياتيد فاسكولايتس والى حد ما رايبين من بعض حتى في البلزنتيشن وفي الماناجمين بتاعهم. انكا عشان ما اللخبطش بينهم بين الاي ان اي. انكا انتي نيتروفيل سيتوبلازميك انتيبوديس. دي انتيبوديس متخصصة او خاصة ببعض الانتجين الموجودة في السيتوبلازم بتاع النيوتروفيلز. تختلف عن الاي ان اي اللي هي انتي نيوكلير انتيبوديس. فنركز كويس ان دي انكا مش اي ان اي. موسيقى تحت موسيقى موسيقى ما يوضح لثياته فاغنر غراني ريمتوس موسيقى موسيقى بوليانجايتس و شركستروس синدروم النتائيات تحت تحديد كبير موسيقى طريق الموسيقى كل من الموافق ينظر الى مهمة في الدياغنوزيس او الكلاسيكيشين وهو يستطيع الوضع بمعارضة مجموعة ولكن ليس كبير من الموافق الانكا ومعارضة مجموعة نظر هنا انو الانكا وان كانت ويقودها مهمة اوي في الدياغنوزيس او الكلاسيكيشان او الكلسيكيشين ايه انكا اسشييت لفاسكوليتس اللي هم التاتة الاولى لكنها ممكن فبعض الحالات تبقى نيجاتيف ويبقى العيان ستيل بايكروسكيوكيو بولي انزايتيس او فاغنر او شيرج ستراوس وزي ما قولنا ان الامريكي او فرماتولوجي غيرت اسم الفاغنر گيرانيوليماتوزيس سمته جيرانيوليماتوزيس وغيرت اسم شيرج ستراوس سندروم الى إذنفليك جيرانيوليماتوزيس ويهز بولي انزايتيس الفكرة في كده ان هو فاجنر ده اصلا راجل يعني نازي طبعا ده سبب غير المعلن يعني ان هو عشان نازي طبع هتلر يعني زمان فهغيره اسمه عشان كده ده كده السبب اللي نعلن ان هما الاسم الجديد مور دي عديش كريفتي الاسم الجديد بيشرح لي بالزبط الباثولوجي اللي بتحصل في الديزيز دي الحاجات اللي تيجي كومن للعين العين بيج اكتر بحاجات عبر رسبياتوري تركت زي الكرونيكا سينيسايتس ناثل ابستركشن وثالي نوز ديفورمتي الاستيكيان and the middle ear involvement hearing loss is uncommon as well as اوفثالميك اوفثالميكبين and visual disturbance حقا دي تيب بتبقى uncommon المست كومن هنا هو ان ييجي بابا رسبياتوري تركت ويدخل معايا في الديفرينشيال بتاعة الابا رسبياتوري تركت بنيفستيشن الفاغنر is a rare cause of proptosis resulting from an inflammatory pseudo-tumor of the orbit بيجي بغضر ساعات بـ pseudo-tumor يعني tumor مش ماليجنس مش مش نيوبلازم هو اسمه pseudo-tumor بل ان يجي ان هو فيه granuloma عاملة compression على الاي من وراء فايجي العيال بـ proptosis طبعا ده rare مش الكومن ان يجي بالشكل ده اا ابيجلوطل and tracheal involvement may also result in hoarseness and the signs of laringial obstruction وممكن العيان يدخل بتاع الامفو اوزن ويعني يتشكل اول ان هو laryngeal cancer ومش عارق ايه ويعمل منظر ويلاقي فيه granuloma وباكده يقولك ده ده ممكن يكون فاقنار granulomatosis pulmonary symptoms include hemoptysis shortness of breath دي بقى ايه lower respiratory tract and cuff pulmonary examination may be completely normal or demonstrate with these rails rails الي هي ايه الـ 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 رونكاي may be found ممكن يلاقي بعض من فتشنب بتاع الـ pulmonary وممكن تبقى completely normal نخبرنا كويس ان هو common is common وان اكثر حالة common هي upper respiratory tract الـ visual والمدل ear ويبقوا هيبقوا rare ويبقى less common بس مش هاده يقول rare اللي هما lower respiratory tract اللي هما pulmonary symptoms رينال symptoms are usually absent but the patient may complain of hematuria frequency or foamy urine which is related to underlying proteinuria اللي بيسموه بالعربي كده البول بيبقى فيه ريم او فيه يعني زي ايه زي مريم او مراقي كده شوية بيسموه بالانجليزي frocy or foamy urine لو كان فيه بروتين يوريا عالي وممكن العين ده يتشخص في الاول كأنه systemic lobus العين ده ممكن يجيب برينال منفتيشن بس وممكن يتشخص systemic lobus حتى لو معي شوية بالموناري منفتيشن ممكن يتلخبط معي برضه مع قصة systemic lobus لكن وجود بالموناري مع رينال مع بعض بيخلين المفروض اشك اكتر في ان القصة دي فاسكولايتس في حاجة اسمها بالموناري رينال سندرون بس دي يعني ايه above the scope of you يعني العين بييجي برينال منفتيشن في بعض الحالات لكن لو تساب متشخصش ممكن ييجي بsymptom of uremia طبع if the diagnosis is delayed rapid progression of symptoms may occur infrequently ان يحصل rapid deterioration of the renal function مش بيحصل كتير بيحصل اكتر لو العيان تسخص متأخر او متعليكش بشكل كافي بالبابل بيربرا may be observed in all forms of ANCA associated vasculitis بالبابل بيربرا ممكن يحصل مع كل انواع الانكا associated vasculitis وان البيربرا اللي هي ايه اذا هي redness في الاسكن وبابا بليعي رئيز ده عن الاسكن arthralgia and frank arthritis قلنا فرق بين الاثنين arthralgia just pain لكن arthralgia فيها الخامسة cardinal signs of inflammation اللي هما ايه؟ pain and hotness and redness swelling and loss of function او على الاقل ثلاثة من الخامسة او على الاقل خالص pain مع swelling فarthralgia وممكن يحصل arthritis ممكن يحصل في بعض حالات الفاغنر او mba signs and symptoms of mononeuritis multiplex should be sought في عندنا كذا نوع من الـ peripheral neuritis في منو او mononeuritis اللي هو one nerve one median nerve one ulnar nerve one short nerve في بولي نيروباسي اكتب من one nerve اكتب من one limb وفي mononeuritis multiplex اللي هو بيقى اكتر من one nerve في نفس اللي يعني مثلا median and lateral في نفس الهند median and radial في نفس الهند median and radial في نفس الهند دي اسمها mononeuritis multiplex دي ممكن تحصل مع بعض حالات الفاغنر او mba الشرج ستراوس syndrome often present with asthma يجي اكتب بازمة وممكن طبعا يشخص على انه برونكيا الازمة عادية ويقعد في شهور او فترة كبيرة بيتعالج على انه برونكيا الازمة عادية كده فكه ليه adult onset الازمة يعني with related symptoms of wheezing and destiny early in the disease course symptoms are usually limited to the respiratory system في الشرج ستراوس معظم الحالة بتبقى limited to the respiratory system as the disease progresses more systemic component or finding such as mononeuritis multiplex زي باغنر abdominal pain and skin including may become manifest يبقى في الشرج ستراوس بيجي اكتر في الاول مع بالموناري ثول بالموناري لوحديها ممكن بعد شوية لو العيب متعليقش بيجي بما بقى حاجات زي من زي البقيين زي الفاغنر وزي ميكروسكوبيك بوليوانجايتس طبعا differential diagnosis بتاعت الانكا اسوشيزي فاسكوليتي طبعا كتير جدا لانه في عندنا كل منفستيشن لها اا differential بتاعها قولنا مثلا ممكن يجي بأزمة ممكن يجي بساينوسيتس ممكن يجي بفروسيورين كل دي كل واحدة منهم لها ديفرينشيا خاص بيها فلكن من اشهر حاجات ديفرينشيا معي الدفيوز هيموفتسيز and hematuria should suggest one of the pulmonary syndrome زي قلناها من شوية دي above the scope of you in addition to فاغنر and mba في حاجة اسمها good basher syndrome and systemic lupus should be considered that two diseases are typically anca negative لما بعمل الانكا والا positive فده غالبا anca associated positive لان good basher syndrome دي واحدة من lupus or lupus بيجو اساسا بانكا negative في الغالب بيجو anca negative for patients with isolated upper respiratory involvement other considerations including middle granuloma and illicit drug use حاجة اسمها ايه drug induced pulmonary disease زي الكوكاين الحاجات دي ممكن تبقى شبه pulmonary manifestation لو جات لوحدها فعيان لما يجي ببلموناري من التشتن لوحدها لازم العيان يعمل exclusion other causes of pulmonary involvement زي مين زي ما قلناهم الميدلين granuloma و drug use particularly الكوكاين اتاكن لعين ده مش drug addict دي بعض المانيفستيشنز بتاعت anca associated vasculitis على ناحية الشمال هنا اللي دي اللي هي proptosis العين فيه granuloma وراها فزق الاي اللي قداه طبعا في redness of the eye وفي الوضح قوي اللي هو proptosis وبيبقى غالبا 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 unilateral ما بيبقاش في العنتين الاثنين بيبقى في عين واحدة ده اسمه unilateral proptosis بديبقى غالبا due to بيسموها pseudotumor in the posterior orbital cavity في وراء العين من وراء في granuloma اللي هي اسمها pseudotumor زق العين لقدام اللي عن ناحية اليمين دي ده اسمها البلببل بيربرا اللي تيجي اكتر مع الفاغنر او مع ال mba في بعض الحالات التريتمنت بتاع الانكا associated vasculitis بيبقى two phases في induction of remission و maintenance of remission عندنا ادخل الاول في remission ثم احافظ على هذا ال remission induction of remission بيبقى التريتمنت بتاعنا ما depends on the extent of the disease process and whether life threatening or not مهم قوي ان انا احدد العين ده في severe manifestation عنده severe hemoptysis مثلا عنده severe lung او بيموناري افكشن ممكن العين ده لو سيبته ما تعليقش يممكن يدخل مني في مشاكل صحية جامدة او ممكن يموت مني ولا لا لو العين ده عنده severe organ لازم يبدأ له ب اللي هو اندوكسان ومعها high dose steroid بيبقى اسمهم pulse steroid and pulse cicle بدي واحد جرام مثال بريدنزولون حبيت الهستوكورتي خمسة ميلي جرام فدي واحد جرام مثال بريدنزولون بديها لمدة 3 ايام ثم واحد جرام اندوكسان مرة كل شهر او واحد او نصف جرام اندوكسان كل اسبوعية حسب الاسكول اذا ماشي عليها حسبة ايام بحسبة تانية يعني ايام رفلي كده كاندوكسان بيقود نهاي واحد جرام واحد جرام الاسترويد اللي واحده فايلد انه هو يبقى adequate for treatment لازم ادي استرويد واكمل معاه طول باندوكسان وممكن احتاج بلازمافريسي في بعض الحالات لكن للأسف الاي في اي جي اللي هو انترافينيس امينو جلوبولينج والانتي تي اين اف وحتى الريتوكسيماب والاثر بيولوجيكس هاف فايلد تو شو مايجور امبروفميند وان كومبيرد وذي ستاندرد ثيرابي وبتاعنا ماشيين في الاندوكسان على الاندوكسان على الاندوكسان اللي هم بلس ستيرويد بلس اندوكسان ده اسمه اندوكسان لو الحالة سيفير او لايف سريتيني لو الحالة مش تشفيه ممكن ابدأ معها بهاي دولز استيرويد وممكن انزم بعد كده يا اما يا اما اميران او اي حاجة اللي بيسموها ايه اللي بيسموها اللي بيسموها استيرويد اللي هم نفسهم اللي بستخدمهم في المينتنانس افريميشن يبقى لو ما عنديش من الاول ااا او لايف سريتيني كونديشن ببدأ من الاول بالمينتنانس كورس بيش محتاج enforce لاعطي لنعدىバイا بان دكشنن ك strawberry المينتنانس ب lookout the early replacement of oral وكلي signals or dailyamazcebrine therapy for psychosystemide may be effective with the maintenance of remission and is loosely associated with lower drug related complications treatment with a the same السائزين يعني ايه الكلام ده؟ المجرد ما انا دخل مني فريميشن. المفوض ان انا بسرعة احوله من اللي هو دراج يعني ميجون وتوكسيك وليه مشاكل طبعا كتيرة بالذات لو في ميل في ممكن تدخل العيانة في ممكن تعمل هيموليكس ستايتس ممكن تعمل مشاكل كتيرة جدا. فيفضل ان انا الايان ده لو دخل بعد شهرين بعد الانتوكسان مجرد ان يخل مني فريميشن. ابتدأ اسحب له وبعدخله مكانه زي 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 ازي زي زي سفزازين. اللي هو سفززين. الحاجات دي كلها هممكن تنفع معايا كدراج ربليسمت للانتوكسان. طبعا احنا بتكلم هنا في لكنه بيستجيب بسرعة للتريتمنت. وبالتالي انا بمجالب معاني يدخل مش لازم اكمله الكورس كله بتاع الاندوكسان لانه هو طبعا ده غير اللوبس. في الستيميك لوبس ببتدي بالزاكورفوسامايد وبكمل على اقالي 6 شهر وبعد كده بشوف اكمل بالاميران ولا اكمل بلفس الدراج والادخم بايه بمور اا يعني دراجز زي رتوكسلماب والحاجات دي لانه فيه استثناءات وفيه حاجات تبقى حدة جدا من الفاسكولايتس لكن ودي من القدير جدا في الروماتولوجي اللي هي ممكن تبقى كيورا بول. العيه ممكن يدخل مني في برولونج دريميشن يعتبر يعتبر كيور. لكن هو طبعا ما داشتقول كيور مني وفمية. لكن بعد برو وكائنه كيور. العيه ممكن بعد فترة يمشي على بري مايونوت اا تريتمينت او ايفن يبطل التريتمينت خالص ويبقى داست فولو اوب. نيجي للبولي ارترايتس نو دوزا. بولي ارترايتس نو دوزا. بولي ارترايتس نو دوزا اللي يسموها بان ب كابتل ا كابتل ان كابتل is a systemic vasculitis primary affecting medium sized muscular arteries. though it typically spare vein and large arteries. هي في العادي التيبكة بتححة انها sparing veins with large arteries. but it may occasionally involve small muscular arteries. bans have a predilection for vasculature supplying the kidneys gastrointestinal tract and the skin. though the lungs are almost uribe universally spared. يعني. البان التركة بتاعه انه بيأفكتل medium sized arteries اللي هما بيسبلاي عادة الجي اي تي والكيدني والسكن. يبقى انا لما اصبع كلمة بان احبطتها كلمات دولار. skin. جي اي تي كيدني. اللانج نادلا جدا متبقى افكتل. large arteries تقريبا مش افكتل خالص. small arteries ممكن في بعض الحالات لكن مش كتير. لكن الاساسي عندي ده هما التلالة اللي قلناهم اللي هما lung skin kidney skin جي اي تي. kidney skin جي اي تي. وهو قلنا lung is spared. clinical history and physical examination. the symptoms of pain usually present insidiously over weeks to months. ما بيبقاش acute. بيبقى عادة انسي دوس onset. لكن ممكن يحصل اا كيود في بعض الحالات الاولايلة. traditional symptoms such as fever, weight loss وdiffuse bain or common. ودي ممكن تلخبطني في الاول بواحد بشي gi systemic lobus اللي ممكن تيجي بنفس الم behaviors. اللي الكون овferiction symptoms في الاول. او the infections اللي هي chronic infection زي TP و الحاجات دي. arthritis Nebraska and Arthralgia may be present and it tends to be asymmetric with large joint involvement. على العكس الرغماتويد مثلا. بتيجي هنا اكتر ب large joint و asymmetric. يجي مثلا بone knee. او one knee and one elbow في الاحية الثانية مثلا. virtually all symptoms of pain are secondary to vascular ischemia. كل المنفتيسي بتقاتنا تبقى secondary to vascular ischemia. وانه بيأفكت ال middle sized arteries. بيحصل فيها vasculitis. تؤدي الى narrowing of the lumen. تؤدي الى ischemia. فكل اللي بيحصل بقى كده بيبقى due to vascular ischemia. the kidneys are the most common organs involved in pain. but glomerular involvement is generally absent. هنا هنا بيحصل الكدني قلنا ايه? vascular ischemia مش glomerulus مش glomerulus nephritis بتاعت بتاعة اللوبس. اللوبس بيقى في ايه? بيقى في glomerulus nephritis. يبقى هنا glomerulus nephritis تاعت من? تاعت اللوبس. اللوبس mainly affect the glomerulus. لكن هنا بيحصل embedded renal function and hypertension result from renal ischemia. وانا القصة كلها في vascular ischemia. بيحصل narrowing في renal artery. يؤدي الى renal ischemia. يؤدي الى embedded renal function وhypertension نتيجة الاختيفاتيشن للرينين اندويتنسي سيستم. بيرينيفريتك هيماتوماز may result from ruptured aneurysm. new onset hypertension in the settings of systemic symptoms should prompt an evaluation for bant. العين لما يكون عنده systemic symptoms. عنده بعض المشاكل مثلا في الكيدني عنده embedded renal function. وتلعب فجأة معه new onset hypertension. عنده لازم افكر له اوي في قصة الايه البان. طيب. طيب. غير الـ renal symptoms موقع العين يجيب اوركايتس. بيجيب اجنرالي يونيلاترال. وده يعني pain in the testis. may manifest from ischemia of the testicular artery. نفس كايتس. الـ g-i-t manifestation are common. احنا قلنا تلك كلمات. skin. و g-i-t و كدني. ما ننساهمش. skin. g-i-t. كدني. دول ارتوع. البولي ارتريتيكس نو دوزة. اللي هي b-a-n. بولي ارتريتيكس نو دوزة. تلك كلمات. عشان ما نقرر. بنقررها حتى ما ننساهمش. g-i-t. skin. renal. الجهة تبقى بتيجي. تبقى بري كومون. انكلود ديارية. ناوزيا. فومنتنج. g-i-bleeding. انتبين. في حاجة اسمها ميزنترق اسكميا. بتؤدي الى involvement of the mesenteric vasculature. supplying the small bowel. اسكميا of the peripheral nerves. may be may lead to mononeuritis multiplex. كوتينيس manifestations are common. and include palpable berbera. lipidio reticularis. digital ischemia. splinter hemorrhage. ulcerations and nodules. coronary involvement is seldom clinically significant. but any reasons of the coronary visits can be found. مش كدقى ان يبقى فيه coronary. لكن يمكن نحصل coronary aneurysm. other cardiac manifestations such as congestive heart failure second to hypertension. arrhythmia and ischemia are less common. يبقى عن عندينا المست common mean skin. كل بقى الاسكين اللي عندنا بقى كل قول بقى عد ما يهمكش يعني. بقى البوبوبيربرا. lipidio reticularis. digital ischemia. ulcer. hemorrhage. nodules. كل كأنها بيحصل معاها في الاسكين. الكيدني بيحصل ايه? renal insufficiency. hyper tension. g-i-t بيحصل بقى كل حاجة. diarrhea. nausea. vomiting. bleeding. pain. بيحصل حاجة كاركترية كنية مش مكتوبة هنا. اسمها. mesenteric angina. اللي هي العيان يدخل في pain بعد ما يأكل. لان بعد ما بيأكل محتاج بلات سردائي كتير للجي اي تي. عشان يهضم الاكل اللي هو اكله. فمع وجود جي اي تي اسكيميا او mesenteric ischemia اصلا due to البان. فبيحصل بان في الجي اي تي كلها. بذات في السمول باول. نتيجة انه هو مجيش جاي لها. بلات سردائي اللي هي محتاجها. to digest the ingested food. يبا هما نترك كلمات اللي هو. دولا مهمين جدا. ما ننسى هم شي خاصص. جي اي تي. kidney and skin. دولا بتوع البان. ديفرينش الدياغنوزيس of pain is broad. and include anca associated vasculitis اللي ولناها من شوية. vasculitis secondary to connective facial disease اللي هي ذي systemic lobus chrysematosus. cryoglobulinemia. thrombinitis obliterans. segmental arterial medialysis. radiation fibrosis. ergotism. syphilis. vasculitis mimics. zy. acute bacteria endocarditis. zy. embolic phenomena. zy. hepatitis. نخبرنا كويز ان البان اساسا بيبقى associated كتير اوي 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 مع الهيبا تايتس بي انفكشن. احنا قلنا زمان وقد قررناها كتير. انه الاوتو ايموني ديجيز كلها بتاعتنا. بتبقى الباثوليج نيزي بداعتها او الاثيو باثوليج نيزي بداعتها. ثالث كلمات. genetic debate is both the patient. معاها environmental trigger. تؤدي الى autoimmune process. في حالة البان. الحاجات اللي هي من ضمن الحاجات اللي هي يعني شبه بروفد خلاص ان هي لها استوشيشها قوي جدا مع البان. اللي هي الهيبا تايتس بي. مش سي. هيبا تايتس بي. الانفكشن. 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 عملت criteria for classification of band. فبتقول لي انه الكراتير دي مكونة من عشر نقاط العيان اللي عند بتاعتها او اكتر. بشخصوا انه هو band until probe otherwise. العشرة دي هم ايه? weight loss of more than four كيلو جرام. ليفيد ريتكولاريس. تستيكولار بين اللي هي orkaitis او tenderness. ميالجيا. ويكنس. اور بولي نيوروباسي. منونيوروباسي. اور مالتيبل منونيوروباسي اللي هي اسمها ايه? اسمها المونيوريوس المالتيبليكس. ديستونيك بلات بريشة اكتر من تسعين ميلي جرام. مليميتر ميلاتوري او ميركوري. ايليبيتد يوريا اور كيريتينين. حفظات اسبي انفكشن وعناها من شوية. ارتيريوغرافيك ابنورماليتي. يعني بال بالانجيوغرافي يعني. بايوبسي اوف سمول اور ميديم سايزد ارتري كونتينينج بولي مورفون يوكليار غير من الاعشاء من العاشرة دولار وفي هاتة منهم يمشي مع with classification as pan until broke otherwise. او if not other يعني Sublained by other disease. regarding treatment of pan. جلوكوكورتكويد are the main stay of treatment. and alone may induce remission in up to 50 percent of cases. اكتر من نص حالات البان ممكن تستجيب تماماً للاستيرويد لوحده. فور سي بي ديزيز اكومبينيشن اوف استيرويد وان ميلي جرام بير كيلو جرام اوف بريدنزلون اكويفلانت ويز سايكلو فصامايد از يوز. هنا مش بحتاج قوي قدي ببالسة واحد جرام لكن بدي واحد ميلي جرام لكل كيلو جرام. وقالنا قد كده. ان واحد ميلي لكل كيلو بحد اقصى ستين لثمانين بير بيشنت. يعني لو عيان وضبني بيت كيلو بش حد يو امتين حد يو تمانين بس. جنرالي. افن اندكشن افريميشن فولوين ثريتو سيكس مونس اف انتنسي سيرابي. امنتين از دراج ساتش از از السيوبرين السبستشو اه سبستتوت فور سيكو فصامايد. العيان بدخل افريميشن بستيرويد لوحده او استيرويد معان اندوكسان سيكو فصامايد. بعد ما بدخل افريميشن ستة شهور من ثريتو سيكس مونس. بديلو حاجة زي الاذا سيوبرين. سيكو فصامايد مي بي كونسلرد انبشانت انهم سيكو فصامايد اس كونتران اندكيتد او ان لس سيفير ديزيزيز. اند انكولود كولوران بيوسيل اذا سيبريد ميستيرويد دابسون سايكولوس بورين اند بلازما اكسشنج. كل حاجات دي ممكن يبدأ بها لو الحالة مش سيفير. يعني في حالة البان لو الحالة سيفير سيبدأ باستيرويد معها اندوكسان. لو الحالة مش سيفير يعني ما حد ديستيرويد الواحد وممكن يبقى سافشة في بعض الحالات. او ديستيرويد معها اذا سيبريد او ميستيرويد او دابسون او كولوران بيوسيل او واتفر. حاجات دي تبقى اقل خطورة من الاندوكسان. وقالنا من شوية ان في البتكوليات انا مش بخاف اوي على العيان. لكن بخاف اكتب من الدراج. هنا انا براعي او حدة اندوكسان. فممكن مادهوش في كل الحالات. لكن بحاطة ذي اللوبوس الفاتس لأ انا هنا الحالات اللعندة ممكن يموت مني لو بدهوش اجريسيف تريتميط. بكوز اللوبوس از اج بديدوش اجريسيف اه تريتمان اي مادهوش مع اي مادهوش المارد. وطبق بقريبات فديات المستيرويد. مثلها احتاج الستيرويد. بن اسشياتد وز هيبوتاتاس بي. اتريتد وز هيبوتاتس بي. اتريتد وز هيبوتاتس بي. كونزيستينج. اللامي في اسمه حاجة اسمه. لامي بودين وبردنيزون. البردنيزون and the plazma exchange. دولة لو العيان ده عنده بان مع الهبوتاتس بي انفكشن. نيجي دلوقتي للكاوازاكي ديزيز. كاوازاكي ديزيز. ده برضو حارة ياباني يعني. الاسم يعني مكتشن بتاع كان ياباني كوازاكي ديديد اختصاره كي دي اسباسكوليتس برايمري افكتنج شيدرين اندر فايف ييز او ايج ده اساسا ديديد بتاع اطفال اند اسكترائزد باي فيفر كوتينيوس اند اوروفارينجيال مانفستاتيان يبقى فيفر كوتينيوس و اوروفارينجيال بعض نحفواتيك يمدل لفيفر كوتينيوس و اوروفارينجيال ومعاهم كارديو باسكوليتس ده اللي بخاف منه بقى هو كارديو باسكولي انفولمت العين ممكن يبقى لو جاي بس بوروفارينجيال و كوتينيوس و فيفر ممكن يعدي لكن بخاف منه اوه في قصة الكارديو باسكولي انفولمت بالذات لو جيه في سنة تقعية قوي كي دي او كاوازاكي ديزيز have also been referred to as ميوكو كوتينيوس لينف نوت سندروم فلما اعرى كلمة ميوكو كوتينيوس لينف نوت سندروم دي هي لنفسها الكاوازاكي ديزيز regarding clinical history and physical examination of كاوازاكي ديزيز like most vasculitis كاوازاكي ديزيز have multi-system manifestations and is characterized by نمرأ واحد high fever بتبقى abrupt onset تطلح فجأة كده بدون اي مقدمة لها العين دخل فيه 2940 و may last five days or more معها bilateral non-burulent conjunctival congestion عينيه الاثنين يحمروا وكده فجأة كده من غير ما يكون فيهم بص او سبب واضح لانفكشن which occur within two to four days of the fever onset دي نمرة اثنين نمرة ثلاثة painful cervical lymphadenopathy shortly prior or after the onset of fever ياما قبل الفيفر على طول او بعد the onset of the fever على طول النوخة بدنا انها painful cervical lymphadenopathy lymphadenopathy يعني العين بيبقى عنده cervical lymphadenopathy بس painful يعني بيحس بها ببين فيها oropharyngeal manifestations بديبقى including erythema drying of the mouth featuring of the lips erythema of the tongue بيسموه strawberry tongue يعني بيبقى لسان العين عامل زي اشرت او غلاف الفراولة من برة من كتر ما فيه erythema فيه exanthema بيحسب في trunk or extremities one to five days after the fever onset بيحسب بالمر and plantar erythema بيحصل disquamative rash starting in the perilungal region ten to fifteen days following the fever irritability and behavioral changes بقي يحصل مع cardiac manifestation ودي مهمة عنده اللي بيخاف منها بيحصل coronary aneurysm carditis myocardial infarctions في سدن صغير دايب يبقى لازم نفكر فيه كواذكي disease arthritis في 2300 من الحالات GIT manifestation زي nausea vomiting mild transaminase elevations أو jaundice يعني mild impaired liver functions cytokine storm لو حد فيكم متابع الكورونا بيعمل cytokine storm دهذا المناعة بيتجنن بيعمل حاجة اسمها cytokine storm دي بتحسب مع حالات السيبير كاوازاكي due to increase the production of pro-inflammatory cytokines which may result in macrophage activation syndrome ودي قلناها في محاضرة الجي اي 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 الجي اي اي بيعمل macrophage activation syndrome which is one of the cytokine storm syndroms Diagnostic criteria have been proposed to aid in the identification of kawazaki disease though patient who don't satisfy this criteria may be considered to have incomplete kawazaki احنا هنا العيان هنا حتى لو ما كملش الكريتيريا تاعة الكاوازاكي بس فيه high suggestion يعني مثلا infarction أو cardiac problem في سنة صغيرة خمس سنين أو ربع سنين أو ثلاث سنين ديمش بتاع اسكيميا ده بتاع اكتر باسكولايتس فعلينا حتى لو مش مكمل الكريتيريا ده اقول عليه انه هو انكمبيليد كاوازاكي حتى لو مش مكمل وعلجوا على انه كاوازاكي لانها الريسك ان انا اسيبه اكتر بكتاب من الريسك ان اعلجوا حتى لو غلط وكالعادة زي كل الباسكولايتس اللي شفناها غايد الوقت الوقت دياغنسي 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 ماي ميمك كاوازاكي دياز ان يجب بي إكسكلود. قططتنا بكلم في أطفال صوارين. فريقونتلي فيرال إكسانسيما of childhood closely mimic Kawasaki. other entities which closely resemble Kawasaki include streptococcal scarlet fever, Stephen Johnson syndrome systemic GIA اللي قلناه في حظر GIA زمان and toxic shock syndrome. a diagnosis of Kawasaki disease need to be considered in all pediatric patient presented with spiking fever اللي هي abrupt fever for at least four days which are not otherwise excellent. مافيش وصائبة واضحة مافيش infection واضحة. واكتب من اربع تيام fever فانا هنفوض احط في دماغي الكawasaki disease criteria for classification of Kawasaki disease بتقول ان انا عندي ستة criteria بحتاج منهم خمسة. لكن ذي ما قلنا من شوية ان انا حتى لو ما عنديش خمسة كلهم حتى عندي اربعة او ثلاثة. بس عندي مثلا فيه غير ما بفهمت السبب وما فيه سبب واضح قدامي. وعندي يعني high suspicion ان دي ممكن تبقى كاوزاكي. اشخصها كاوزاكي. واقول انها incomplete كاوزاكي. وبتدي اديها treatment لان انا تركها بدون treatment او بدون follow up على الاقل. ممكن يبقى more damaging او more dangerous لبيشنت او البيبي عن اني اسيبه كده يعني اني اعالجه حتى لو الاعلاج بتاعك الaggressive. لان عاية ما يكون تخبر مني في myocard infarction يخبر مني في cardiac problems كبيرة انا في قناع عنها وممكن اعالجها early. ايه هم الستة قريتية دولة؟ انا محتاج من خمسة دي ما بقول عشان ان يبقى كاوزاكي. واعلم خمسة يبقى اسمها incomplete كاوزاكي. الستة قريتية هم. فيبر اكتب من اربعة ديز 4 or more days. الدور الثاني انتظام الخمسة امينوغليبولين او اسكتايل سلسيليك اسد. الانتيبيوتيكس don't have a role in which infection. والكورتيكوستيرويد are not recommended due to concerns that they may hasten the aneurysmal formation. يبقى هنا الترسمي بتاعي. نمر واحد. سابورتف كير. نمر اثنين. اي في اي جي. وممكن مع اسكتايل سلسيليك اسد. وما بديش هنا خالص لا انتيبيوتيك طبعا ولا ستيرويد. هنا ستيرويد هنا مش حل مش مستحب. often a single dose of IVIG is sufficient. however if fevers recare, retreatment may be done. in refractory cases او دلت العيان IVIG ومستقبشي ممكن تديل ريتوكسيماب. which have been sure to be effective. في حاجة ما بين توكسيفيلين. have also shown promise in the management of kawalaki disease and improving clinical outcomes and reducing the development of aneurysms. anticoagulation may be warranted to the in selected cases to prevent thrombia in large coronary aneurysms. دي المين lines of treatment. الاساس بتاعنا هو الاي في اي جي. دولة كانوا المين types of vasculitis. سريعا كده ناخد شوية بسكوليتز. و هناك حاجة اسمها الاميون complex mediated vasculitis. بقول ان انفلامترية changes occurring in many forms of small visal vasculitis. result from the position of immune complexes in the visal wall. الاميون complex دي بتعمل small visal vasculitis. الاميون الامنكم بليكس ميلياتي باسكوليتس بتشمل حاجة زي هايبا سنستيفتي باسكوليتس اللي هي نيكشون لاين بيربرا هتخطوه في الأطفال او خطوه في الأطفال ميكسد كرايو جوليبوليونيميا اللي هي بتبقى أساساً بتيجي مع انتيباتات السي اه اه انفكشن ارتكاريال باسكوليتس ريسيما اليباطم دايوتينيوم وباسكوليتس سكندري تو كونيستي فشل ديزيز زي الفاسكوليتس اللي تبقى السكندري للروماتولاتريتس او السيستي ميكك لو باسكوليتس كلها بتبقى اميون كومباليكس ميلياتي الفاسكوليتس وبتبقى small فاسكوليتس في عندين حاجة اسمها ثرومبانزايتس اوبليترانس او ليها اسم تاني بيرجرز ديزيز ثرومبانزايتس اوبليترانس اللي هي TAO is a non-Atherosclerotic Inflammatory VASO occlusive Disorder هي مش Acid sclerosis لكن هي Inflammatory وبتؤدي الى VASO occlusion which primary effect the distant extremities and occur almost exclusively in smokers البرجر ده ده disease of smokers بس نحفظه كم البيرجر بتاع السموكر بيعمل ايه؟ بيعمل occlusion of the small visils of the distal extremities. في الهند وفي ايه? وفي الفوت. وبيبقى primarily affecting the smokers. في حاجة تانية اسمها primary anditis of central nervous system. اللي هي باكنس او باكنس او باكنس او باكنس. دي is a rare and heterogeneous disorder characterized by inflammation of the blood vessels. and is isolated in the vasculature of the CNS. ومش بطلب منكم تعرفوا اكتر من اسمها. الاسم محاضرة. الدهيز بدي قلناها في محاضرة. وقلنا ان هو تفرق دمه بين القبائل. يعني شوية كنو حطين طبع الدهيز. شوية حطوه طبع الباسكوليتس. حاليا في الكلاسيش الجديدة حطينه كdisease لوحده كseparate entity. وقلنا انه ده عبارة عن البيصلاق بان اوفيليتس بان باسكولايتس aLA 5 они 510 ب權� ESP5 هو اسمه بيست اصلا مسألة هكذا. فهو كل البيهات مجمع به لكن البيستل ده كانت حاليا الواحده اللي هو تبع السيروchn Kivolowitz وهو تبع باسكولايتس. كده سConfikan محاضرة الإبسكولايتس. وكالعادة زي كل محاضرة بنقول لو حد عنده اي اسئلة او استفسارات يتواصل معنا ونرحب به جدا على اي وسيل التواصل من الوسائل اللي طلعت قدامكم على الشاشة الموبايل الواتس اوب الايميل الفيسبوك اكاونت او قناة اليوتيوب اه كده احنا خلصنا المحاضرة رقم تسعة من محاضرات الريوماتولوجي فللنا بس محاضرتين صغيرين ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته